السلام عليكم خوتي إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله الصحة كلها بس كيراكم خوتي وبرك الله فيكم وربي يحفظكم خوتي تسفيقة حرة تسفيقة حرة على المنتخب المغريبي أداء نتيجة إنذبات تاكتيك فنيات شفنا مقابلة في المستوى مبروك المنتخب المغربي مبروك 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 وإن شاء الله إن شاء الله يفحتفلوا اليوم وغادن يبقى العمل وغادن يبقى العمل ما يقعوش في خطأ السعودية عندهم فرصة كبيرة للتأهل للدور الثاني إن شاء الله كان هذا بالانضباط التكتيكي اللي شفناه وبالتزام اللاعبين داخل الميدان قادرين يربحوهم 1-0-2-0-3-0 عادي عندهم ما اندفاع نحو المرمى سرعة اللاعب ولكن يخلوا فراغات في الدفاع إن شاء الله حمد الله يبدأ به المقابلة ونشوف نتيجة إيجابية في المقابلة الثالثة الأهم المهم أنه ربحوا هذا المات ربحوا منتخب بلجيكا هذا منتخب بلجيكا بكل أرمادات النجوم أبدأها من حراسة المرمى حارس ريال مادريد كوردواء حارس عملاق من أحسن الحراس وأحسن حارس في العالم في الفترة الآخرة تمركي عليه هدفين زيد عندك دفاع شتاكي دير عندك وسط ميدان أفخم من أفخم تشوف هازار تشوف ديبروين تشوف كيسموه لديو هازار تشوف مارتينز تشوف عندهم لعبين على مستوى عالي في أغلب الأندية نابولي مادريد مانسيتي أنتر دوميلو ماملو كاكو ودخل في الدقائق الأخيرة زيد هذا المنتخب مصنف ثاني عالميا أنت بيش تربحه أو على مستوى الفيفا هي عالميا بيش تربحه بهذه النتيجة والأداء والنتيجة والأهداف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله هذه الربحة على اليوم يفوت اليوم وقدوه يدخل العمل جديد خاصة رأي فرصة 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 كبيرة لتأهل الدور الثاني فرصة كبيرة لدى تقريبا المنتخب المغربي الوحيد ليملك هذه الفرصة في كل المنتخبات سواء أسيوية سواء أفريقية تقريبا أربع نقاط مجموعته رأيكم شوفوا لقاء اسميها لخوتي كرواتيا مع كندا وين تا يوصل ذلك المنتخب المغربي ضمن المرتبة الأولى حتى ولو ربحت كرواتيا المرتبة مناصفة معها هو غادي يتواجه ربما مع كندا لتكون معندهاش أمل في التأهل مع كندا وكرواتيا غادي يتواجه بلجيكا يعني عنده فرصة كبيرة كبيرة للمرور إلى الدور الثاني إن شاء الله بإذن الله اليوم شفنا مقابلة أخوتي كما قلت لكم في المستوى مقابلة خاصة 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 من ناحية التكتيك تكتيكيا المقابلة أدوها وزيد الحاجة اللي عجبتني تبديلات الكوتش الركراكي الركراكي وأهم حاجة أنه بدأ رغم إصابة حاكيمي بدأ به ولعبه تقريبا 60 دقيقة وثم دخل لعب آخر ثم دخل لعب آخر ما نعش تسمحولي أخوتي ولكن شوف التكتيك اللي يتعامل به والخبرة والذكاء ما نقولش خبرة نقول الذكاء اللي يتعامل به الركراكي مع المقابلة حاكيمي يقعد نجم حاكيمي يقعد كما نقول لعب ممتاز حاكيمي يقعد ريفيرونس داخل منتخب المغربي يعني اللاعبين أو الطاقم أو الجمهور كيشوفوا حاكيمي في الملعب يكون عندهم ثيقة زيد الحاجة اللي زادت فرحتني هي تغييرات الشوطة الثانية رغم أن صوفيان طفال كان من أحسن اللاعبين داخل الملعب في السبعين دقيقة الأولى ولكن غيره ولكن غيره والتغيير تاعه جاب نتيجة وجاب هدف غير طفال مركة اللاعب رقم 11 خلوتي أعطوني اسمه من بعد نسيت اسمه المهم من بعد نسيت اسمه الرقم 11 مركة هدف وزاد أكثر من هذك زاد اللاعب ليدخل مكان طفال زاد سجل الهدف الثاني أو هدف الأطمئنان وقاضاء على المقابلة في الشوطة الثانية يعني تغييرات الكوتش الرقم 12 كانت في المستوى كانت في المستوى وزيد كذلك زيد كذلك النجوم في المقابلة الكبار يبانوا حاكم زياش اليوم أنا نختبره أحسن اللاعب في المقابلة إضافة إلى الحارس لرغم صعوبة اللقاء ومعطيتهش حق ورقم ندخل فيه خوتي ولكن زياش بالنسبة لي يا نخوتي كان أحسن اللاعب في المقابلة شفنا دوره تاكتيكيا كان ممتاز التموقع التاعه ممتاز يساعد الدفاع يدخل الوسط الميدان يطلب بالكورة عندما يشوف أصحابه كما احنا نقوله ما مش قادرين يخرجوا بالبالو شفنا كذلك تمريراته السحرية شفنا يتحول من الجهة إلى الجهة ما يقعدش في الجهة اليوم التاعه وكذلك شفنا الخدمة التي يخدمها في الهدف الثاني يعني ما شاء الله زياش اليوم بيين أنه لعب من طينة الكبار هذا هنا في هذه المقابلات يبانوا لعبين الكبار يبانوا اللاعبين الكبار ما شاء الله ما شاء الله وكذلك حارس المرمى حارس المرمى تقريبا أنا أمنوني حتى الدقيقة 20 شفت قلت لا مش بونو هذا هذا حارس المرمى آخر وما شاء الله تدخلاته كلها في القمة حارس المرمى ما يتقلقش ما هوش متقلق ما هوش خائف رغم ذخامة الموقف أنت كي تقول تلعب بالبلزيكا يعني ثالث العالم تصنيف ثاني ثالث كأس العالم اللي فاتت ثاني تصنيف من حيث الفيفا يعني منتخب عملاق بأتم معنى الكلمة منتخب عملاق تربحها بهذه النتيجة وانت أول مقابلة لك في كأس العالم ومقابلة خوتي مصيرية 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 يؤدي لك بهذه النتيجة أعرف أعرف بلي عندك حارس جاي في الطارق بونو مع هذا الحارس والحارس الثالث ما شاء الله حراس المرمى في آمان أنا اللي عجبتني اليوم في مقابلة المغرب خوتي أن المغرب حط كما احنا نقولو مشي المغرب أن المدرب بتعامل مع المقابلة بعقلانية واحد واثنين ما خافش من لاتفيرسير وتلافة جرأ على لاتفيرسير جرأ على منتخب بلزيكا عكس ما عملوه مع منتخب كرواتيا شفنا تحفظ كبير ربما لو كانت نفس المنهاجية ونفس التكتيك ونفس نفس نفس ربما كانوا يفوزوا تقولي كاذي البروفيل تال منتخب البلزيكي أو المنتخب الكرواتي مشي كيف كيف ولكن إمكانيات اللاعبين المغاربة هي 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 أنا قدتها ركراكي جاء عنده أسلحة عنده أسلحة كيتشوف زياج تشوف مزراوي يتشوف اللاكستيح ومتع الدفاع تشوف الهجوم عندك طفال عندك الحمد الله عندك الزياج عندك عندك مرابط في وسط الميدان عندك لاعبين ما شاء الله يعني تتكل يخرج منه هذا المنتخب اليوم الدو أحسن مقابلة مقابلة مصيرية ضمن أربع لقات تصدر المجموعة خطوة أولى في الدور الثاني ولكن المغامرة لم تنتهي هنا لم تقف هنا المغامرة تنتهي ليست تنتهي وإنما في مقابلة كندا لازم التأكيد ولازم غرور ربح بلزيكا ما يصراش كمصرى للمنتخب السعودي السعودية أدت مقابلة روعة في مقابلة تاكتيكية ممتازة أمام الأرجنتين ربحتها وأدت مقابلة من حيث الآداء ولكن كان هناك بعض التهور والتقلاق كما نقول التهور والتقلاق أدى إلى خسارة اللقاء اليوم المنتخب المغربي قلت لكم خوتي المنتخب الوحيد إفريقيا وعربيا وآسيايا لعنده تقريبا نقول 99% الضمن التأهل التاعو لو يطبق ما طبقه خلال المقابلتين تاكتيكيا من حيث تاكتيك ذركواليد الركريكي لازم يعرف شي باغي من مقابلة كندا إن شاء الله يكون تعادل إن شاء الله يكون تعادل في مقابلة كندا كرواتيا هكا تكون إمكانية مثلا تعادل تتقاليفة تربح تتقاليفة حتى لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله خسرت أمام أمام كندا يكون عندك يكون عندك الأمل أنك تتأهل عن طريق الأهداف عن طريق الحسابات إلى آخره المهم المنتخب المغربي أدى أحسن مقابلة له أحسن مقابلة ربما تاكتيكيا وربما إنضباطا مقابلة كرواتيا شهدت بعض الأخطاء البسيطة الميس باس كذلك عدم صعود الأجنيحة إلى غير هذه ولكن مقابلة بيرزيكا عرف كيف يربح المنتخب المغربي عرف كيف يربح يعني ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خاوتي تأكيد في مقابلة كندا أنا أخاف من العرب خاوتي ونخاف كجزائري ولا كمغربي ولا توانسا لما نفوزه نساي السلام عليكم إن شاء الله بربي الركريكي يقعد في هذا النظام ويقعد في هذا الضيبات تعال اللاعبين داخل الميدان فاز الركريكي في التغييرات فاز كذلك في بداية الخطة وفاز كذلك 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 في اختيار اللاعبين وهذا أهم حمد الله ما لا بريش على ما يبدأش معهم اللول حمد الله يتحرك ويجيني ويعيلي ليس كبروفيل تعه كما الناصري نور ما يبدأ بحمد الله ويكمل بالناصري أنا بنت لي هكا ومش عارف هو رأى مدرب ورأى اسمها ما عدلاش تحقنا هذا الرؤية ولكن مجرد ملاحظة المهم خاوتي بالباركة بالباركة على المغاربة وإن شاء الله بربي إن شاء الله بربي إن شاء الله بربي يواصلوا في هذا الأداء وغير بشوية ما يتقلقوا ما ولو عندهم من الإمكانية ومن اللاعبين لخليهم يروحوا بعيد في هذه المنافسة خاصة لو تشوف أنهم غادي يتلقوا مع مجموعة ليست إن شاء الله ما تكون الصعبة خاصة لو احتلوا المركز الأول ربما يتقابلوا مع اليابان أو كستاريكا إن شاء الله إن شاء الله خاوتي ما يستهزيوش بالمنتخب الكندي إن شاء الله بربي ما يستهزيوش بالمنتخب الكندي رغم هذا الكندي أدت مقابلة في القمة أمام بلزيكا شفناها رطار ضربة جازاء شفناها كذلك متوغلت عدة مرات إلى منطقة جازاء المنتخب البلزيكي يعني كندا وعندهم سرعة فائقة عكس كندا عندهم سرعة فائقة لهذا الخوف الخوف من منتخب كندا إن شاء الله بربي يجعلهم فرصة للإحتفال اليوم وغضوة السلام عليكم مكان لا إحتفال يديك لي يجيبك خليهم يركزوا ما يسرع الناشكي ما سرع المنتخب السعودي هذا هو خاوتي إلى مواضع أخرى سلام تعال الله في روحكم خاوتي سلام